السلام عليكم جميعا ان شاء الله يارب تكونوا في احسن حال الفيديو النهاردة مكون من جزئين لان الاحداث اليوم كانت حقيقية قوية جدا اول حاجة وهي الاخبار اللي مغطية كل مواقع التواصل الاجتماعي عن حجب قناة الشرق ووطن ولم تذكر قناة ميكاملين دكتور ايمان نور خرج وتكلم ان لن يكون هناك حجب للقنوات ولكن هناك تصحيح مصر ان حصل اجتماع مع السلطات التركية وطلبت مع رؤساء القنوات وبالتبعية حصل اجتماع تاني مع الاعداد ورؤساء التحرير في كيفية عادة توجيه الرسالة الاعلامية بما يتناسب او يتوافق مع الاتجاه السياسي الحالي والالتزام اكتر بالمعايير الاعلامية وهو بيقول طبعا ان دي حاجة حميدة لان كان هناك بعض التجاوزات من الاعلاميين وطبعا ده لازم يتغير الحقيقة ان انا كمتلقي لهذا الخبر يعني انا شايفة ان هناك كوميديا ساخرة بتتولد لان يعني انا مش عارفة مثلا واحد زي يعني حقول لكم مثلا زي استاذ معتز مطر محمد نصر يعني الطريقة اللي هما كانوا الاعلام اللي بيتم تقديمه كان فيه غلط كتير في الرئيس الحالي واسرته وزوجته ده غير ان هم طبعا متعرضين لملحقات امنية حجز على اموالهم وامتلكاتهم ملحقات لأسرهم فانت دلوقتي هتكلم الناس ازاي ازاي هتطلع وتطلع عليهم هل المصداقية في الكلام اللي انت بتقوله لما تتواجه مع المصلحة البلد اللي انت موجود فيها مين اللي هيكسب اوضاعهم ايه هيتكلموا الناس ازاي ايه الرسالة اللي حيوجهوها وطريقتها وهل حيتقبلها الجمهور هل انا دلوقتي لما بشوف انت بتتغير في الرسالة اللي انت بتقدمها لي حسب وضعك في الدولة وحسب الضغوط اللي بتفرضها عليك السلطات ماذا هيهز مصداقيتك قدامي خلينا لنا تصرع في الاحكام لكن طبعا هم في مأزق كبير يعني مثلا برنامج زي الوم كاملين اللي بيعتمد على مخاطبة الجمهور فبيتم فتح مساحة ليهم علشان يتحدثوا براحتهم وطبعا بيكون احيانا هناك غلط واشتيمة وإهانة فحيبقى الوضع ايه ازاي حيتم السيطرة على مكالمات الناس لو حد دخل شتم حيبقى الوضع ايه ولا لازم البرنامج سياسته تتغير ويتحول الى عرض الامور بشكل مختلف طيب في الشهور الاخيرة او منقدر نقول من تسع شهور لسنة كنا احنا كلنا شايفين ان الاعلام المعارضة كان عبارة عن انه بي بيطرح الاخبار الموجودة على الساحة يعني مثلا حصلت حدثة هنا حصلت حريق هنا حصل اعتداء جنسي على طفلة على شابة على معرفش ايه فكان الاعلام المعارض بيغطي الاحداث التي تجرى على الساحة المصرية وده اللي قال عليه محمد علي ان ده او انا اسفة تامر امين ان ده مش الدور اللي المفروض تقوموا به انتوا لازم يكون لكوا دور اقوى من ان انتوا تعملوا زي الاعلام المصري ان انتوا تطلعوا تقولوا شفتوا حصل وشفتوا جرى لازم يكون لكوا دور اقوى من كده وده اللي ما حصلش فانا بقول ان احنا بنحمل الاعلام فوق طقته الغلط الكبير اللي عملوا معتز مطر ومحمد نصر لما عملوا دعوة اتمن انت مش لوحدك ودفعوا الناس ان هما يصفروا بالسفرات ويخبطوا بالحلل ويكتبوا على الحيطان ويتطفوا لنوار وينزلوا في الشوارع بشكل متقطع انت كاعلامي لازم تقدم رسالة محايدة بحيث انك انت لا تتغير مع السياسات انت طول الوقت لازم تعرض على الناس المشاكل الموجودة وتلتزم بالميساق الاعلامي طول الوقت حتى لو كنت معارض يجب ان تهتم كثيرا بالطريقة بالتون باللكنة بالالفاظ وتنطقيها عندما تتحدث خصوصا عن شخص انت بتعرض معاه بالعكس يجب ان تتفوق في التهزيب والادة في الحديث وده بيكسبك الكثير من المصدقية والناس انها ترتاح ان هي تسمعك لكن للأسف الشديد حصل دلوقتي تورط في حراك خرج منه ناس للشارع وتقابض على ناس كتير في كذا دور يعني كذا حراك حصل طيب الوضع دلوقتي ايه؟ هنستنى ونشوف لكن زي ما اعلن دكتور ايمان نور انه هيكون هناك اعادة توجيه واعادة يعني تعديل مصر للخطابة واللغة الحوار في هذه البرامة هنشوف هنشوف لكن انا عايزة اعمل هايلايت على حاجة تانية الشباب شباب الاخوان اللي طلعوا من مصر سواء عليهم احكام او ملحقات امنية طلعوا تهريب من مصر على السودان على الصومال الشباب دول حقيقة وضعهم في تركيا مؤسف جدا وانا استمعت الى احد الشباب وهو كان بيشتكي من ضيق الحال وقلة فرص العمل واترارهم للقبول بالعمل في هذه القنوات او غيرها مقابل مبالغ ما بتكفيش حتى مصاريف اسبوعه ومنهم اللي بيترد من مسكنه هؤلاء الشباب احنا لا نطالبهم باي نوع من العمل يعني شباب لو ضع وما راتبش حياته منظمش ازاي حكمل طريقه وازاي حيرات المستقبله ويعرف انا يكون ليا شغل يكون ليا دخل اقدر اكون اسرة اقدر يكون ليا زوجة لو هو حياتهم مش مترتبة فهو عبارة عن قنبلة موقوطة الشباب دول ماينفعش نطلب منهم اي حاجة رجاء انتو خلاص طلعتوا برا مصر انتو موجودين في الخارج ناس كتير وشباب كتير بيحاولوا يخرجوا من البلد ويدوروا على فرصة عمل برا يقولك انشاء الله امسح البلد لسبب او لاخر انت دلوقتي موجود خارج مصر فرجاء حاول على قد ما تقدر انك تجد طريقة لتقنين وضعك السياسي كاوراق شوف اذا كانت تقدم على الامم في الامم المتحدة اذا كانوا يدوك اوراق اقامة او اوراق صفر انا مش عارفة بصراحة بشكل قانوني مش هقدر افتكم لكن يعني ما تسبش نفسك لكي تتلعب بيك السياسات وتغيرها والاتفائيات الدولية التي تحدث وتروح انت الضحية زي ما كنتنتوا كمان الضحية في مصر ولما سفرتوا برا قيدات الاخوان اديت لكم دهرها وبقيتوا ضايعين ناس تسندت وناس ضاعت روح شوف حالك روح شوف مستقبلك وتقدر تعمل ايه في البلد وارمي كل ده وراك ومستقبلك قدامك انتو شباب لسه صغيرين خارجين من مصر 16 و 18 سنة وبقالهم اكتر من خمس سنين في ضايعهم طبعا انا بتكلم فئة محددة وده اللي انا بوجهولهم وارجوا ان رسالتي توصل لهم من ناحية تانية طبعا القنوات دي عبارة عن بيزنس عن استثمار فانا متأكدة ان صعب التنازل عن ملايين اللي بتخش من المشاهدات وما اظنش ابدا ان القنوات دي سيتم اغلاقها بل بالعكس لازم تكون موجودة وبتشتغل فالحتة دي اظن ان هي متأمنة علشان بس الناس تطمن لكن الرسالة هتكون ايه وكيفية تقدمها هو ده اللي هنشوفه في الايام الجاية هتكلم معكم في الجزء التاني عن الشاب محمد يوسف من شبين القناطر محافظة القليوبا احنا صحينا النهاردة الصبح على حدثة حصلت مساء تجمهر وتظاهرات يقوم بها المواطنين داخل امام مركز الشرطة وهناك روايتين الرواية الاولى بيقولها المواطنين ودي عكس تماما الرواية التي ترويها الشرطة ماشي مبدئيا كده الناس هناك بيقولوا ان ده واحد شاب طيب وغلبين صاحب محل لحوم وفراخ وراحت الشرطة علشان معاهم كان امر ضبط واحضار وقال لهم حقفل المحل رفضوا تطور الموضوع لمشاجرة كلامية ثم بيقال ان ده اللي بيقوله الاهالي ان تعمل الاعتداء عليه وضربوا بالطبنجة على دماغه الجنجمة بتاعته كسرت ومات فورا تجمهر الاهالي امام المركز انا بنقلكم الاحداث كما حدثت وابتدوا يقولوا الدخلية حرامية الدخلية بلطجة ده كلام الناس هناك طبعا دخل احد اعضاء مجلس النواب في وسطهم لمحاولة تهدئة الاهالي لكن تم الاعتداء عليه وضربوا لان كان هناك حالة من الغضب الشديد عايزين يجيبوا حق محمد يوسف طبعا ابتدينا ننشر الفيديوهات بتاعة الناس هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف بتاع الفيديو كل التظاهرات اللي حصلت وبتدت عايزين نعرف يا جماعة ايه سبب ان هو توفى ايه سبب القبض عليه مفيش حاجة واضحة بل كمان قالوا ان الشرطة اخدت كل الكاميرات اللي كانت موجودة وشفنا الناس اللي هما بيقولوا احنا لازم حقه ييجي واحنا لو سكتنا حيتحول هو لمجني علي التظاهرات بتدت تزيد والتجمهر امام المركز وكان هناك محاولات لتهدئة هذا التجمهر لغاية ما صدر بيان من وزارة الداخلية حقيقي بيان انا مش قادرة افهمه ان بيقولوا ان دي اخبار كاذبة نشرتها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وان الراجل مات من نفسه وانه متهم في تجارة المخدرات الاهالي هناك بيقولوا كلام تاني خالص لكن انت كمواطن مفيش قدامك غير انك انت تصدق رواية الشرطة مفيش حد من المواطنين طلع مفيش حد من اهله اتكلم مفيش اي فيديو قدر من الكاميرات يتم تسريبه علشان نعرف ايه اللي حصل روايتين عكس بعض تماما واحدة بتروي انتهاكات قوية جدا قدت الى وفاة مواطن ضربا تمام وبعد شهور من وفاة عويس في اللقصر اللي احنا ندينا بحق عويس والغاية النهاردة ما وصلناش لحاجة فاحنا دلوقتي عندنا حالة اول مرة ان يتم تجذيب الخبر تماما كأنه ما حصلش طب الناس اللي متجمهرة دي كلها وضعها ايه بتتكلم في ايه كل الناس دي كذبين يعني كل الناس دي فاهمة غلط الراجل مات من نفسه طب هما بيقولوا الجهود ان هو كان حصل اعتداء علي ان هو مضروب يعني حصل اعتداء الجثة بتاعته مضروبة الشرطة بتكذب ده في البيان بتاعها احنا حنصدق مين انا حي مش عارفة الامر دلوقتي بيرجع ليه اهل المركز هناك هما اللي كانوا موجودين احنا كناس بنطلقى الاخبار وبنعيد نشرها كما يحدث بمنتهى المصدقية اذا كان عندهم حاجة موقف تاني او حاجة يقدروا يأكدوها يواجهوا بيها الداخلية ويطلبوا بحق محمد يوسف لان كمان هما ذكرين اسم معاون المباحث بشكل محدد حاجة كمان احنا يعني التاريخ اللي عندنا كمواطنين من اعتداءات بعض الافراد من الداخلية انت طبعا بتقول حتى لو حصلت حاجة زي دي حالات فردية طبعا انت عندك عويس لسه من كم شهر في اللقصر لما اتضرب بالنار قدام باب بيته قدام اهله مش حننسى ابدا عفرطه اللي انتهت حياته الشاب ماكملش عشرين سنة وانتهت حياته على يد امين الشرطة مش حننسى ابدا ماجدي مكين اللي افتكر الامين انه هو مسلم لانه كان مربي دقنه وجرجروه على الاسم واعتدوا عليه وانتهكوا اعضاء من جسده كانت بتنزل دم من كل حتة في الفيديو اللي احنا شوفناه والتوفى ومعرفش حقه وصل لغاية فين لكن انتوا تقدروا تتابعوا القضايا دي موجودة يعني اكتبوا عفرطه اكتبوا ماجدي مكين علشان تعرفوا ان موضوع الانتهكات اللي بتحصل من انتهكات حويل انسان اللي بتحصل من جهاز الدخلية تجاه المواطنين يعني موضوع احنا بنسعى لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطة بنسعى لاستقرار البلد بنسعى ان يحس المواطن بالثقة عندما يتعامل مع افراد الشرطة ويشعر بالامان وهو ده المطلوب لكن لما يكون العلاقة فيها المشاهداء التي تصل الى القتل ثم يصدر تجذيب لكل المتجمهرين ان كل الناس بتقول لا ان ده كدب وما حصلش فطبعا دي حاجة احنا بنحط عليه علامات استفهام كبيرة جدا وغير مفهومة انا كمواطن من حقي اتمتع بالحرية ومن حقي اعيش في امان والشرطة هي تكون المصدر اللي انا بلجأ له وان يكون هناك معقبة مشددة لاي زابط بيتعرض لاعتداء بيقوم بالاعتداء على المواطن لكن لما انا كزابط اشوف غيري عمل كده واخد له سنتين ثلاثة وطلع او خمس سنين ونزل طلع بعد نص المدة فطبعا دي حاجة غير ده على الاطلاق بل بالعكس بتشجع يعني فيها بتشجع لسوء استخدام السلطة وسوء استخدام السلطة طبعا انا بعزي اهل شهيد القليوبية واللي عنده دليل يقدر يواجه بيه ما يتم تصديره بيقوله لكن لو ما فيش يبقى احنا مضطرين ان احنا نصدق البيان اللي اصدرته الداخلية لكن طبعا هي حاجة حزينة جدا انا متأكدة ان لن يتجمر هذا العدد الغفير من المواطنين علشان خاطر واحد توفى فجأة وانا متأكدة ان هناك اعتداءات متكررة من الامناء الشرطة ومن بعض الزباط على المواطنين تمام؟ وده لازم يتغير تحياتي لكم وحق محمد يوسف لازم يرجع ضحية ممارسات الشرطة في شبين القناطر محافظة القليوبية شكرا